إنها الطريق الصعب لكنها طريق آمنة اختار سفراء اللجنة الخماسية سلوكها محاولين الفصل بين الرئاسة وحرب غزة حركتهم مرونة متفاوتة تلقوها من الكتل فتوخوا الاقتراب من إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالابتعاد أولا عن شياطين التفاصيل والعمل على وجهة نظر موحدة تبدأ بعنوان عام لجولتهم هو التزام الكتل أولا بالتسهيل لإنجاز الاستحقاق وهو ما أراد سماعه مجددا من بري بعد اشتراطه ترأس جلسة الحوار ما أثار رفض المعارضة استمعنا فيه من الرئيس بري إلى ما سبق وذكره لنا من التزام والتام الخلق الملموس حياه هو إن الكتل السياسية عندها قناعة الآن بإن التوافق فيما بينها هو شيء هام الغاية معناها إن الجميع عنده استعداد للحوار والنقاش والتشاور وصوله إلى أمر يتطفق عليه الجميع هذا ما نبحث عنه هذا الجو نفسه نقله رئيس مجلس النواب بعد اللقاء الذي اعتبر أن التوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلا لتحقيق الاستحقاق واصفا لقاءه بالخماسية بالجيد والذي سيتكرر تفاصيل كثيرة تطرق إليها السفراء مع رئيس المجلس وهم سيجونون بها على كل الكتل من دون استثناء لكن كان لابد أولا من التوجه إلى بكركي لعقد لقاء مع البطريارك هو الأول من نوعه وبالغ الأهمية كما وصفه السفير المصري كان الهدف من اللقاء هو إعلامه واستشارته في نفس الوقت بالخطوات التي ستبدأ الخماسية في اتخاذها الخطوات في الحقيقة مبنية على عدة مراحل وفقا لخارط الطريق ستقدمها الخماسية على ألف البداية كعناوين رئيسية ثم نذهب بعد ذلك إلى التفاصيل لكن البطريارك استغرب سلوك السفراء الخمسة مسارا شائكا قد لا ينجح فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يبدأ بفتح المجلس رافضا تكريس أعراف سابق للإستحقاغات الدستورية تتمثل بالحوار التقليدي بحسب مصادر بكركي ثم خرج السفير المصري ليؤكد أن جهود الخماسية ستؤدي حكما إلى تطبيق الدستور الذي لا بديل عنه الخماسية غادرت مع تمنين بطرياركي بالتوفيق لتحط في المرحلة الثانية عند الرئيس السابق ميشيل عون والقوات والاشتراكي ثم تلتقي الآخرين لاحقا